أسوة بكل طلبة الشهادة الثانوية يؤدي الطلبة من كفيفي البصر امتحاناتهم في مدرسة جمال عبد الناصر بطرابلس التي يصلون إليها في سيارة تابعة لجمعية النور للمكفوفين يومياً رفقة معلماتهم جلوس معلمة مرافقة لكل منهم كي تكتب الإجابة التي يمليها عليها الطالب أمر فرضه الواقع كون الأسئلة الموحدة للامتحانات لم تصمم بطريقة تراعي المكفوفين الذين درسوا المنهج بطريقة برايل الامتحانات ماشية معنا بس نفضل أن تكون طريقة انتحها نحن يعني يهتموا بيعطوهانا بالطريقة اللي نقربها طريقة البرايل بيشحد أن احنا ما نكونوش يعني ناخده يعني في مساعدة من الكاتب واللحازة هيكي أن يكون كاتب لنا هو اللي قد يعني هو اللي كتبنا يعني تكون من احنا نقرب نكتب تكون أفضل يعني الاعتماد عن نفس جمعية النور للمكفوفين تحتوي على مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي تقدم خدماتها لهذه الشريحة من كل المدن الليبية بنظام إقامة داخلية ترعاها جهود أهلية وتدعمها وزارة التعليم فنيا لكن بعض الصعوبات تواجه القائمين عليها وتتكرر كل عام دون حلول بالنسبة للشهايد بما أن الطالب الكفيف معفى من الحسوب ومعفى من الحصاء في التقدير حدائما تأثر على التقدير يعني بدل ما نحصل أنا امتياز ما أعتقدش حنقدر نحصل امتياز لما أنت بتقيمني على الحصاء والرياضيات والحسوب أنا ما يعفى من الحصاء والحسوب مفروض ما تقيمنيش عليهم ما بتقيم وتحط الدرجة ما تحسبش المتين هادو رعاية وتأهيل شريحة المكفوفين وإدماجهم في المجتمع ودعمهم وتعزيز قدراتهم وتطوير مواهبهم وإمكانياتهم جهد مشترك تدعمه القوانين وثقافة المجتمع وينشط القائمون على جمعية النور منذ تأسيسها في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجههم على الصعيدين العلمي والعملي لقناة ليبيا الأحرار أحلام ليك ميشي طرابلس اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر